شاهد عندما يبدع اللاعب في تسجيل الهدف أهداف من وحي الخيال السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الكرام ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم كثيرة هي الأهداف التي تدخل في عالم كرة القدم ليست كل الأهداف كبعضها فهناك أهداف تظل مستغربا كيف قام اللاعبون بتسجيلها لروعتها وللمهارة العالية والذكاء المستخدمان في تسجيلها لذا سنشاهد في هذا الفيديو عندما يبدع اللاعب في تسجيل الهدف لنبدأ تقدم هذا اللاعب لتنفيذ ركلة جزاء لكن كما ترون قام بدربها بكعبه بطريقة جميلة ليسجل هدفا رائعا أثناء تنفيذ ركلة الجزاء هذه تظاهر اللاعب بأنه تعرقل ما أدى إلى تشتيت انتباه الحارس لكن قام وأكمل هذه الدربة وأحرز منها هدفا موسيقى في مباراة للسويد وإنجلترا زلطان إبراهيموفيتش يستغل هذه الكرة الهوائية الرائعة ليسجل أجمل أهدافه لعام 2013 والذي أخذ عنه جائزة بوشكاش انظروا إلى المقصية الرائعة كيف قام بتنفيذها موسيقى أخذ أجمل وأروع أهداف التي من الممكن أن تشاهدها لهذا اللاعب فانظروا كيف استغلت تقدم الحارس وقام بدرب الكرة بكعبه لتنزل اللوب في الشباك معلنة عن هدف جميل موسيقى بعد أن وصلت الكرة إلى هذا اللاعب من تمريرة جميلة تخطى بها الحارس والمدافع معا وأخذ انفرادا تاما في المرمى انظروا كيف وضع الكرة بطريقة إذلالية للفريق إذنه قام بيقافها على الخط ووضعها برأسه موسيقى من الجميل رؤية هدف بهلويني كهذا فبعد تمريرة طويلة دخل الحارس على اللاعب لينقذ الكرة لكنه لم يستطع مساكها فقام اللاعب بالقفز من فوق الحارس بطريقة بهلوانية جميلة ووجد الكرة أمامه فقام بتسجيلها هدفا هنا ركلة حرة غير مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعض خطأ ارتكبه الحارس فشاهدوا هذا القطار من اللاعبين الذي مر على الكرة ليسدد هذا اللاعب صاروخية تسكن الشيبايك موسيقى يستلم هذا اللاعب الكرة من زميله من منطقة التماس فيقوم بركله على الطائر بهذه طريقة الجميلة ليحرز هدفا في غاية الروعة موسيقى هنا هذا الحارس يقوم بدرب الكرة من منطقته مستغلا تقدم الحارس الآخر لتدخل الكرة هدفا في الشباك موسيقى كما ترون هذا اللاعب الذي يراوغ اللاعبين أمامه ولا أحد يستطيع أخذ الكرة منه وفي النهاية وصل إلى داخل منطقة الجزاء وقام بتزديد الكرة ليحرز هدفا من مجهود فردي موسيقى عندما نتحدث عن الأهداف الجميلة والرائعة يجب ذكر ملك اللعبة ليونيل ميسي الكرة بقدمه كالمغناطيس فشاهدوا كيف يراوغ لاعبا تلو الآخر ويضع هدفا رائعا جدا هذا اللاعب يتقدم بالكرة بطريقة جميلة ويقوم بركلها بهذه الطريقة لتلتفى وتدخل في زاوية بعيدة لمرمى هذا الحارس هنا هذا اللاعب يستغل تقدم الحارس ويقوم بركل هذه الكرة من منتصف الملعب ولم يستطع الحارس المساك بها وانظروا إلى هذا الهدف الجميل والمميز هذا اللاعب قام باستلام الكرة بظهره بهذه الطريقة الرائعة لتدخل بين أقدام هذا المدافع لينطلق اللاعب بها ويسددها بقوة لتسكن شباك هذا الحارس انظروا إلى الطريقة التي مر بها من اللاعب كم هي رائعة ومميزة هذا اللاعب ومن المنطقة التي يقف بها قام بإرسال صاروخ ليلتفى ويسكن شباك هذا الحارس هنا هذه الكرة تباغت حارس المرمى وتسقط بطريقة جميلة في الشباك شاهدوا هذا الهدف الرائع للغاية مقصية رائعة ومميزة يقوم بتسجيل هذا اللاعب بعد أن قام زميله بتعريده له بهذه الطريقة انظروا كيف قام بترويده على صدره وقام بعمل هذه المقصية في مباراة كرة القدم النسائية هذه شاهدوا هذه اللاعبة ومهارتها العالية في تزديد الكرة التي أرسلتها بكل قوتها ولن تستطيع الحارسة التصدي لها هذا اللاعب يقوم بتزديد الكرة فترتطم بالمدافع لتنزل على طريقة لوب في الشباك هذا اللاعب يرسل الكرة مستغلا تقدم الحارس من منتصف الملعب ليقوم بتسجيل هذا الهدف المميز انظروا إلى هذا اللاعب ماذا فعل بالمدافع الذي أمامه إذ قام بمراوغته بطريقة رائعة وسجل الهدف من زاوية ضيقة من هذه الدربة الركنية التي وصلت إلى هذا اللاعب شاهدوا كيف قام بدربها على الطائر بطريقة جميلة ليحرز هدفا رائعا فصل الكرة إلى هذا اللاعب ليقوم بتزديدها لتسكنه في الزاوية التصعين مباشرة بطريقة جميلة يدخل هذا اللاعب مراوغا المدافعين الذين أمامه ومن ثم يوقعوا على الأرض ويسجلوا هدفا مميزا جدا هذا اللاعب يقوم برفع الكرة إلى زميله من هذه المنطقة لكن قبل أن يصل إليه الحارس قام اللاعب بلمسها بقدمه بهذه الطريقة المميزة ليسجل هدفا رائعا استغل هذا اللاعب تقدم حارس المرمى قليلا فقام بتزديد كرة قوية من منطقة بعيدة في الملعب ليسجل هدفا جميلا يبدو أن هذا اللاعب كان مركزا جيدا مع قنصة رائعة وضع الكرة بالشباك بطريقة مميزة انظروا إلى مهارتي ومروغة اللاعب الرائعة وانظروا إلى الكوبريا الجميل الذي قام به لهذا المدافع وأحرز هدفا من تحت حارس المرمى بطريقة جميلة ومميزة ليس كل يوم تشاهد هدفا كهذا انطلق اللاعب بالكرة بطريقة سريعة جدا وهو يتدافع مع هذا اللاعب ومن ثم قام بمراوغة الحارس وراوغ اللاعبين وضع الكرة بطريقة بسيطة لكنها رائعة جدا هنا هذا اللاعب وبعد دربكة في الدفاع وصلت الكرة إليه فقام بدربة بالكعب لكن المدافع لم يكن موفقا بما فيه الكفاية لإخراج هذه الكرة لكن شاهدوا رونقا هذا الهدف الرائع يغطي هذا المدافع في تقدير الكرة لتصل إلى هذا اللاعب الذي يستغلها وهي في الهواء ليقوم بهذه المقصية لتسقط الكرة مباغتة أيضا حارس المرمى هدفا في الشباك هنا هذا اللاعب يراوغ المدافع الذي أمامه بطريقة مميزة جدا ويقوم بتزدي الكرة بكل قوته في الزاوية التسعين مباشرة شاهدوا روعة هذا الهدف كان هذا اللاعب موفقا جدا بالتقاط الكرة الطولية التي أرسلها له زميله ليقوم بعمل هذه المقصية الجميلة لتسكن هدفا في الشباك الحارس هنا من هذه الركنية التي وصلت إلى هذا اللاعب على الطائر قام بتزديدها بكل قوة لتسكن هدفا في الشباك هدف رائع جدا هذا اللاعب ومن هذه الركنية التي قام بلعبها أسقط الكرة مباشرة في شباك هذا الحارس انظروا إلى الاتفافة الجميلة هنا هذا اللاعب وبعد أن استلم الكرة بهذه الطريقة برأسه قام بالتقدم وعلى الطائر قام بتزديد الكرة بكل قوة لتدخل هدفا مميزا على يمين الحارس بعد أن استلم هذا اللاعب الكرة انظروا ماذا فعل بالمدفعين واحدا تلو الآخر من ثم قام بتزديد هدف غاية في الرواع بعد تمريرة من هذا اللاعب لتصل إلى زميله فيقوم بيقافها هكذا ويضربها بالكعب لتدخل بطريقة مميزة جدا إلى الشباك هذه تمريرة من هذا اللاعب تصل إلى زميله ليقوم برفعها على الطائر وتزديدها مباشرة لتسكن الكرة في الشباك بطريقة رائعة هدف مذهل حقا يستنم هذا اللاعب الكرة ويتقدم ويراوغ اللاعبين أمامه ويسقطهم واحدا تلو الآخر على الأرض ومن ثم يسقط الحارس ويقوم بتسجيل هدف أقل ما يقال عنه أنه غاية في الرواع يضيق هذا المدافع على هذا اللاعب الذي أخذ الكرة وقام بالجري بها ثم قام بتزديدها لتنزل من فوق الحارس بهذه الطريقة المميزة انظروا إلى جمالي وروعة هذا الهدف هنا هذا اللاعب بعد أن وصلته الكرة قام بترويدها على صدره وضربها بكل قوة من الجانب الأيسر لتدخل هدفا من زاوية ضيقة شاهدوا ماذا فعل اللاعب روفر بلايد استلم الكرة واخذ يمر من بين اللاعبين كأنهم غير موجودين تماما وقام بتسجيل هدف رائع جدا هذا اللاعب بعد أن دخل إلى هذه المنطقة بالكرة مراوغا اللاعبين الذين أمامه قام بتعريض الكرة وليس تزديدها لتلتفى وتنزل بالشباك بهذه الطريقة المميزة يدخل هذا اللاعب بين المدافعين مراوغا إياهم بطريقة جميلة ومميزة متحكما بالكرة بطريقة رائعة وكأن الكرة مغناطيس في قدمه وبالنهاية يقوم بتزديدها هدفا رائعا في الشباك انظروا إلى جمالي وروعة هدف لاعب ليفربول فبعد أن استلم الكرة قام بتزديدها لتلتفى وتدخل في الزاوية التسعين مباشرة يستلم هذا اللاعب الكرة على صدره ويقوم بترويضها جيدا من ثم مقصية رائعة جدا تخترق الشباك الحارس انظروا إلى هذا اللاعب المخضر ماذا فعلا بالكرة بعد أن استلمها قام بمراوغة اللاعبين واحدا للآخر وقام بيقاع مرضا انظروا إلى المراوغات الجميلة والمميزة وفي النهاية هدف في الشباك هذا اللاعب استلم الكرة هنا وقام برفعها من فوق اللاعب ومن ثم من فوق الحارس وانظر لتدخل ثم ذهب ليحتفل هدف مميز ورائع حقا إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هايسبور الإخبارية فلا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق المحفوظة لدى قناة هايسبور